اشتركوا في القناة شفتوا قديش مادة الاحياء مادة سهلة جدا ومعتمدة على الفهم بشكل كامل وبشكل أولي اللي أنا بدي أحكي لكم يا يا أستاذ العزيز الغالي تروح تجيب كوب القهوة وكاسة المي وسماعاتك أو أي مشروب تحب تشربوا مع كاسة المي وتعالوا أنا وياكم نكمل رحلتنا وإن شاء الله بحصة اليوم راح نخلص الدرس الأول كامل أستاذ العزيز الغالي وصلنا أنا وياكم عند نقل الماء من الجذور إلى أجزاء النباتات الأخرى وأخيرا أنا وياكم بالحصتين القبل يعرفنا كيف وصلنا أنا وياكم الماء من التربة إلى الشعيرات اللي موجودة على الجذر تاب الأخير وصلوا على الجذر أنا وياكم اليوم بنا ندرس كيف هاي المي والأملاح الذائمة بمي بنا نمسكها من الجذر ونطلعها لفوق وحكت لكم بالحصة الأولى إذا أنا بيتطلع الإشي من تحت لفوق هذا الحكي اللي بيعمل لي يا أستاذ العزيز اللي هو الخشب أنا قلتها عندي شغلت عندي وعاء النقلين اللي هو بالخشب والليحاء الخشب يا أستاذة بيمسك الماء والأملاح بيطلعهم لفوق والليحاء بيعمل العكس بيمسك الأشياء من بره وبيطلعهم لجوة من بره يعني أنا قصد الأشياء الخارجية بيشوفها زي الأوراق وكذا وبنزلهم لتحت وممكن برضو الليحاء يعمل العكس إنه يطلع لفوق فأنا وياكم يا أستاذ العزيز اليوم بنا نأخذ من الجذر إلى أجزاء النباتة أخرى يعني اليوم رح نشوف أنه بياكم الخشب صح كمان شوي رح نأخذ اللحاء طيب حكالك هون تنقل تنتقل عصارة الخشب عصارة الخشب يا أستاذي يعني الأشياء اللي بدأت نقولها الخشب وإحنا حكينا الأشياء اللي بدأت نقولها الخشب اللي هو المي والأملاح الذائبة فيها فهون حكالك تنتقل عصارة الخشب التي تتكون من مين؟ من الماء والأملاح المعدنية الذائبة فيه حكيت لك ممكن يجيك سؤال شو هي عصارة الخشب اللي هي الأملاح والمي والأملاح الذائبة بالمي أوكي؟ أوكي طيب من الجذر إلى أعلى النبات آها ركز معي أرجوك من هون ركز معي هون عندي آلية جماعة جدا 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 مهمة ركز معي من هون أوكي طيب وين الويت بورد؟ روحي على الويت بورد كالعادة خلينا أنكم نفهم نتصور الأمور بعدين نيجي أنه إياكم نتقن طبعا هذا كنت أشرحه أنا للتوجيه انسوا مش مطلوب منكم حاليا أكيد طبعا تعالوا يا غوالي خلينا أنه إياكم نفهم شو القصة القصة بكل بساطة أنه أنت عندك هنا خشب هاي عندك هنا أنت خلينا أحط هيك أفضل أنا عندي هنا يا غالي صلاة عن نبي اللهم صلى على سيدنا محمد عندك هنا خشب ونكبر برضو الخط عذروني شوي نكبر الخط عشان الكل يكون واضحة للأمور هون أنا عندي هاي الخشب هاي الخشب وصل من الجذر أنت عندك هون الجذور هاي الجذور صح هاي الجذور يا أستاذ العزيز الغالي لقينا خلص وصلنا لها الأشتو أو والأملاح الذائبة بالأشتو أو بالمي بنا ننقل أنا وياكم هاي المي والأملاح الذائبة فيها عن طريق الخشب يا أستاذ العزيز لأجزاء النباتات الأخرى شو يعني أجزاء النباتات الأخرى؟ يعني الأجزاء الخضر اللي أنا بلاقيها يا أستاذي بشوفها زي الأوراق والثمار وإلى آخره بس بغض النظر إنه ياكم بدنا ننقل المي يا أستاذ العزيز من تحت لفوق عن طريق مين؟ عن طريق الخشب أنا وصلت عندي هون الأشتو أو هون أنا وصلت عندي مين؟ وصلت عندي يا أستاذ العزيز الغالي الأشتو أو لما أنا أوصل الأشتو أو يا أستاذي هون على الخشب بدي أنقل أنوياكم الأشتو أو لوين؟ لفوق عملية نقل الأشتو أو من تحت لفوق عن طريق الخشب رح تعمل يا أستاذ العزيز آلية بسميها التنح شو اسمها؟ التنح طيب ركز معي يا أستاذي نمشي أنوياكم حبة حبة ركز معي شو حكا لكون؟ هايو طلع أنا بدأ نقولها من الجدر إلى على النباتات نتيجة عملية إيش؟ نتيجة عملية التنح أوكي يا غوالي؟ أرجوك تركز معي التنح هي أستاذ الغالي هي العملية وكلي تسمى التنح في عندك إش هي اسمه التماسك وفي عندك إش هي اسمه التلاسق طيب إش يعني؟ أرجوك تركز معي Collider 0 1 بدأنا إنيك ضرب إلي أنا أشتو أو لا؟ مثلا إنيك ضرب إلينا عملية الإصدية لن يكن هناك أيضًا إنياrang خلينا نفرض يا أستاذ الغالي انه هاي عبارة هون عندك انت اشتقه هون عندك 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 اشتقه علشان تكون فهم انا بده طلوحهم لفوق عن طريق عملية مين التنح التنح يا استادي كل ياتي عبارة عن التماسك والتلاصق التماسك والتلاصق ما بعض يبيعطوك التنح شي يعني التماسك التماسك من اسمها انه جزي الماء هاضه يا استادي يمسك بهذا الجزي وهذا الجزي يمسك بهذا الجزي وهذا الجزي يمسك بهذا الجزي وهذا يمسك بهذا وهذا يمسك باللي فوقي وهذا يمسك باللي فوقي يعني كيف بالعامية بيحكوا يتشعبطوا على بعض يمسكوا ببعض يمسكوا ببعض يمسكوا ببعض يمسكوا ببعض تأنهم يطلعوا لوين تأنهم يطلعوا لأعلى النبات هذا شو اسمه هذا اسمه التماسك طيب يجينا طالب بقولي أستاذ أنا لو بدأ أطلع بالهواء ممكن أوقع فعشان هيك رح نحتاج عملية التلاصق انه انا اوكي مثلا بدي اطلع على هذا هذا اذا اختل اموره ممكن روحي يا استاذ العزيز انه يلزق بمين يلزق بالخشب يعني زي انه يستند يستند على غشاء الخشب بعدين يطلع لهون بعدين هذا يستند على غشاء الخشب هسا ركز معي يا استاذي من جزئ ما لجزئ ما هذا اللون اللون الزهري من جزئ ما لجزئ ما يا استاذ العزيز هاي مين هاي التماسك من جزاي المالة جزاي المال طب انا اذا جزاي المال بدي يستند على الخشب واكتب سمي التلاصم من اسمها بدي تلزق بمين soo تلزق بيشاء الخشب الخارجي اللي من ه müs supply فانا يا استاذ العزيز هذا اللون هذا اللون يا غالي ناخذنا اللون مميز أفضل ناخذ اللون الاصفر انا يا استاذ العزيز عشان اجي اعمل هاي العملية من جزاي المالة للخشب واكتب شو بسميها التلاصم فهدول ما بعض اتنع عن طريق هاي العملية أنا بطلع الأشتؤو لأعلى جزاء النبات توصل للأوراق للثمار للأجزاء الخضرة اللي موجودة فوق فشوف شو حكا لك هون حكا لك يا غالي صلاة عن نبي اللهم صلع سيد محمد إذا نتيجة عملية التنح وهي فقدان النباتات الماء ركز معي الماء على هيئة بخار ركز معي ترى هاي منطقي يا أستادي ترى جزيئات الماء للأشتؤو هاي هاي ترى أنت هاي منطقي جدا نتوقع أنها واضحة ما بدأ أصلا أي تفسير أنت لما يكون عندك هناك جزيئات أشتؤوها على شكل سائل أنت هنا بيكون الماء على شكل سائل أنت لما تزق النبات يا أستاذ العزيز ما بتزق النباتات على شكل بخار ما بتعطي النبات بخار أنت بتعطيه يا أستادي إيش تعطيه سائل طب منطقي باللعلك هل النبتة عندها قدرة أن ترفع إشي سائل السائل ثقيل فأنا لما أبخر الماء أخلي جزيئات الماء عبارة عن دخان كيف الماء لما تغلي المي لما تقلي هل المي اللي بتطلع ولا الدخان اللي بيطلعوا بالطاير فمين أسهل ترفع بخار ولا ترفع سائل لا والله أرفع سائل فأنا الأشتاء السائل اللي هنا بعمل لها عملية تبخير بعمل لها هنا تبخير بحيث أني أنا أحول يا أستاذ العزيز السائل إلى جزيئات هنا متطايرة هاي يا أستاذ العزيز عبارة عن بخار فموضوع التماسك والتلاسك بتصير على جزيئات الغازية للأشتاء وهي متبخرة أوكي يا غوالي أوكي إن شاء الله طيب فهو شو حكالك وهي فقدان نباتات الماء على هيئة بخار ما في الثغور يعني جوه هون بالخشب وبفعل قوة ركز معي التماسك هاي بالدرجة الأولى هاي بالدرجة أولى والتماسك من جزيئ ما لجزيئ ما وفي عندي التلاسك التلاسك من جزيئ ما للخشب فحكالك التماسك الناتجي من تكون روابط هاي دروجينية هزا بحكي لك اسم الرابطة بس مهم جدا تعرف بين جزيئات الماء هزا بحكي لك عن موضوع الرابطة وقوة التلاسك الناتج برضو من تكون روابط هيدروجينية هزا بحكي لك اسم الرابطة لكن ركز معي هاي مهمة بين جزيئات الماء والمواد المكونة للجذر الداخلية لخلايا الخشب لخلايا مين؟ الخشب أوكي الأجزاء الداخلية اللي من هنا تمام؟ تمام يا غالي هزا اللي أنا بدي أحكي لك إياه عن موضوع الروابط الهيدروجينية موضوع الروابط الهيدروجينية أصلا قلتنا الاستاذ العزيز فيها عنصر من الهايدروجين لما انا اجي اربط او مع اشت او بعمل بينتهم هاي الرابط اللي بتكون بينتهم رابطة هيدروجينية وحتى يا استاذ العزيز بين المي والخشب برضو رابطة هيدروجينية لانو انا عندي عنصر الهايدروجين فاللي انا بدي احكي لك ايا انو بالتماسك والتلاصق انا هون بالثنتين بحتاج الى روابط هيدروجينية اوكي يا غوالي اوكي ان شاء الله خلوها ببالكو ممكن يسألك شو اسم الرابطة طيب هون بسؤال هذا بحكي لك ما القوة لتنقل عصارة الخشب الى الاوراق طبعا القوة اللي هي التنح واللي هي عن طريق التماسك والتلاصق وعارفين هاي الامور طيب تعالوا شوف هاي الصورة انبلش اني لكم من تحت طلع كيف من الجذر استاذ العزيز كيف هاي جزئات الماء بتطلع بدي ياك تكون عارف اشي هون حكي لك قوة التماسك التماسك يا استاذ العزيز بين جزئ الماء وهذا جزئ الماء طبعا هون الرابطة هي رابطة شو ما لها يسعدينك رابطة هاي دروجينية اوكي يا غوالي اوكي ان شاء الله هيا هاي طلع قوة اه هون اه ركز 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 معي بين جزئ الماء وجزئ الماء زي ما انت شايف هون انت عندك تماسك اما بين جزئ الماء والخشب طلع هاي الجزء الداخلي للخشب هاي يا استاذ العزيز عندك هون عندك شو التلاصق وطبعا بالجهتين هاي الروابط يا استاذ العزيز هاي الرابطة وهاي الرابطة برضو روابط شو ما لهم روابط هايدروجينية اوكي يا غوالي اوكي ان شاء الله وهاي عميت نتلح بشكل عام كيف انا بطلع يأستاذ العزيز جزئية الى فوق اوكي اوكي ان شاء الله في عندك معلومة هي فيزيائية وهي المعلومة الفيزيائية ما بدنا نتعمق فيها هي معلومة نوعا ما حفظية في عندك اش اسمه جهد الماء وجهد الماء يا استاذ العزيز اللي هي القوة او الجهد علشان انا اقدر اطلع يأستاذ المي لفوق عن طريق الخشب فحكى لك جهد الماء شو تعريفه تعريفه يا أستاذ العزيز هي عبارة عن خصيصة شمالها فيزيائية ده أنا بحكي لك عن إيش عن الجهد وتقاس به اللي هو هاي الوحدة أوكي وتحدد الاتجاه الذي شماله ليش حطينها بالعرض مشان الله سيتضفق فيه عشان نحن نكون فاهمينه سيتضفق فيه الماء طلع ركز معي تبعا لتركيز المواد الذائب فيه فكلما ها هي ها هي بتهمني كلما زاد تركيز المواد الذائبة انخفضت قيمة جهد الماء وهي منطقة جدا لو كان الماء يا أستاذ العزيز مليان أملاح جواته يعني ثقيل يعني جهد الماء ضعيف أما لو كانت كمية الأملاح يا أستاذ اللي بالماء قليلة فهذا الإشي يا أستاذ العزيز بيعطي سهولة إنك ترفع الماء فهذا الإشي بيزيد جهد الماء فأنا عندي علاقة عكسية جدا مهمة ما بين تركيز المواد الذائبة وقيمة جهد الماء كلما يا أستاذ العزيز زاد تركيز المواد الذائبة انخفضت قيمة جهد الماء كلما قلت تركيز المواد الثائبة زاد جهد الماء وهي الأمور أنه يكون عارفينها فالمعلومات الثانية هي معلومات فيزائية بديك تحفظ ليها ديل يا جماعة ديل إن شاء الله طيب هاي المعلومات جدا مهمة صراحة لو أنا بدي أكتب منتحان بجيب من هاي المنحنة ركز معي هس يتأثر معدلة النتح بعوامل عدة يبين الشكل بعضها هس أستاذ في عندك عوامل بتأثر على النتح ركز معي العوامل بتأثر على النتح يا أستاذ العزيز هما أربع عوامل شو يعني النتح النتح اللي هي قوة إنك أنت تطلع الماء من تحت إلى وين إلى فوق فأنا عندي هل هي علاقة طردية ولا علاقة عكسية مع هاي العوامل أول إشي مع درجة الحرارة في طالب فهمان فيهم مش حافظ حفظ بيجي بقول لك أستاذ أنا إذا رفعت درجة الحرارة صحب تتبخر الماء صح وإذا تبخرت الماء يا أستاذ العزيز هذو الحكي بيزيد إنك أنت تطلع الأشتاء كلما زادت عملية إيش؟ كلما زادت عملية النتح فهونا كلما ارتفعت درجة الحرارة زاد معدل النتح فأنا عندي هون علاقة طردية عارفينش أنا علاقة طردية هاي بتزيد هاي بتزيد علاقة عكسية إذا هي زادت هي قلت أوكي؟ أوكي طيب أما رطوبة الهواء رطوبة الهواء هو الإشي المميز فيهم كل ياتهم رطوبة الهواء ليش رطوبة الهواء المميزة؟ لأن هي الوحيدة اللي علاقتها علاقة عكسية رطوبة الهواء يا أستاذ العزيز أنا فكرة كل ما كانت جو رطب كل ما قلت عملية التبخر للمي فالفكرة أنه أنا إيش الفكرة أنه إذا زادت رطوبة الهواء كل ما قلت تبخر فشو حكالك فكل ما قل كل ما قلت عملية النتح لأنه أنت أربط عملية النتح لأنك أنت تطلع المي لفوض بعملية التبخر أوكي يا غوالي؟ أوكي إن شاء الله فحكالك رطوبة الهواء كلما زادت الرطوبة في الهواء إن خفضة معدل النتح فهي الوحيد اللي علاقتها علاقة عكسية أما الباقيين كلتهم علاقة طردية شدة الإضاءة شدة الإضاءة بتزيد البناء الضوئي أقول لك بتزيد الحم وإذا زاد الحم زادت الحرارة فزاد التبخر فزاد ارتفاع الماء فزاد النتح فحكي لك أن كلما زادت شدة الإضاءة زاد معدل النتح سرعة الرياح سرعة الرياح يا أستاذ العزيزي السرعة الهوى يا أستاذي هاي بتخلي أيش بتخلي برضو الماء تطلع بشكل أعلى فانا كلما زادت سرعة الرياح زاد معدل نتح فبرضو علاقة شمالها علاقة طردية هون وهنا انا عندي علاقة شمالها برضو علاقة طردية الوحيد المميزة هي العلاقة عكسية لمين له طوبة الهواء دير بالك اوكي غوالي اوكي ان شاء الله في عندك هنا سؤال هذا السؤال يعني نوعا ما هو سؤال رياضي قبل ما يكون عندي اياه اللي هو حتى سؤال كيميائي يعتبر مراتا عشان فيه تحويل بحدات بيحكي لك يفقد نبات الزرة نحو 2 لتر من الماء يوميا بعملية النتح نبات الزرة الوحدة تفقد 2 لتر من الماء تعرف كيف النتح اللي هي طلع الماء من تحت لفوق عرفنا كيف ما كمية الماء ركز بالمتر المكعب هو اطاك باللتر الوحدة بدو اياها بالمتر مكعب تحويل تحويل كيميائي التي تفقد بعملية النتح في يوم من حق الزرة يحوي 3276 نبات يعني انت بتعرف انه نبات الزرة الواحد بيفقد 2 لتر لو انا اعطتك 3276 نباتة كم من الماء بتفقد هسه باللتر سهل جدا لانه كل واحد حب الزرة بتعطيك 2 لتر فانت لما تيجي تقيسها باللتر رح تيجي تقول لي 3 2 7 6 ضرب 2 دور 2 او غالي صح ولا مش صح؟ بيعطيك القيمة ها يا رب اني ألاقي أنا علي حاسب بالدرج أنا بالعادي في أستاذ رياضياته هول بش رح يقبلي في الستوديو ما رح اللاقي فراح نستعين بالهاتف الغالي عشان انياكم ننطلع القيمة هسه باللتر يا استاذ العزيز رح يجين باللتر سهل 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 بس معنا علي حاسب 3276 ضرب اثنين بيطلع معك يا غالي 6552 ركز لتر هاي هي كمية الماء المفقودة من 3276 نبتة تفقد هالقد ماء باللتر لكن ركز معي هو بده بالمتر مكعب في عندك قاعدة كيميائية بتقولك انه كل واحد لتر طيب طلاب خلينا نكمل حكينا في اشي كيميائي بيحكي لك هاي بيحكي لك يا هسه انه كل واحد لتر عشان انت تحوله لمتر مكعب اقسم قيمته على الف اقسم قيمته على ايش على الف احنا معنا القيمة يا استاذ العزيز باللتر هاي القيمة باللتر اقسمها على الف بيتحول عندك يا غالي ايش بيتحول عندك لمتر مكعب الوحدة فاطلع ستة خمسة خمسة اثنين هاي اقسمها على الف يا استاذ العزيز بتصير عندك الجواب ستة فاصلة خمسة خمسة اثنين هاي ركز معي متر مكعب اوكي يا غوالي اوكي ان شاء الله طيب انكمل عرفنا هاي العوامل امورنا مية بالمية طيب هاي النشاط انسانية طيب نروح السعلمين نروح لكم على نقل عصارة مين اللحاء قبل شوي الدخاء نقلنا عصارة مين الخشب اللي هو الاملاح والماء صح او الاخرين نحكي عشان الماء اللي ذائب فيه الاملاح للدقة هسنا نقول يا استاذ العزيز عصارة اللحاء عصارة اللحاء اي اشي غير المي والاملاح الذائب زي مثلا احنا ركزنا على كان في عند الحموض الامينية بس ركزنا ان يكون على السكر وكان السكر يا استاذ اللي هو سكر السكروز ورح ندرس ان يكون كيف رح نقل من اللحاء ركز معي حكالك هنا تصنع اوراق النباتات واجزاؤه الخضراء الاخرى الغذاء هاي بتصنع الغذاء اوكي عن طريق عملية البناء الضوئي وهاي يا استاذ العزيز الالية رح تدرسها بالتفصيل لما تصير ان شاء الله بالتوجيه صف 12 خليلية بفهمها كيف تتقنها اتقان ان شاء الله كيف البناء الضوي كيف الضوئي يا استاذ العزيز بنعمل منه الغذاء اوكي اوكي ان شاء الله ثم تنقل عصارة اللحاء الى جميع اجزاء النبات بما في ذلك الجذور والثمار وكيف انوياكم ونحن ندرس هاي العصارة لما نكون يا استاذ العزيز الغذاء زي سكر السكروز الى اجزاء النباتات كيف رح ننزلها لتحت للجذور مثلا اوكي ونظرا الى انخفاض معدل البناء الضوي في فصل الشتاء هسا يا استاذ العزيز بالشتاء الشمس ما بتطلع زي الصيف كثير وما بتكون شدة الضوء قوية ففعليا يا استاذ العزيز عملية انتاج الغذاء رح تقل لانه انت انت اسمع انت اربطها دائما اذا في عندك بناء ضوء كويس ففي عندك غذاء كويس اذا ما في عندك بناء ضوء كويس ما في غذاء كويس طيب متى البناء ضوء كويس لما يكون الضوء كويس ومتى بيكون الضوء كويس بالصيف بالشتاء ما في عندي ضوء كويس فما في عندي بناء ضوء كويس فما في عندي كمية غذاء كويس فحكالك هنا ونظرا الى انخفاض معدل البناء الضوي في فصل الشتاء فان الاجزاء التي تخزن الغذاء تصبح مصدر غذاء النبات يعني احنا يا استاذ العزيز ركز معي بالصيف شو بنعمل بالصيف بكل بساطة احنا مثلا من الاوراق بنعمل بناء الضوي بنعمل مثلا سكر السكروز وبتروح انت يا استاذ العزيز بتصير هاي مصدر غذاء للك الاوراق والثمار اموره تمام لكن بالشتاء ما في عندك بناء ظوي كويس انت ما في عندك بناء ظوي كويس فبالاوراق ما في عندك غذاء كويس فانت وقتها رح تصير عندك الجذور تحت هي مصدر للغذاء لانه بالجذور بيكون مخزن اصلا هناك غذاء اوكي فهون شو حكالك حكالك فان الاجزاء التي تخزن الغذاء اوكي تصبح مصدر غذاء النبات اوكي وقد تعرفتها سابقا ان السكروز هي هو المكون الرئيسي لعصارة اللحاء اما عملية نقله فتمر بخطوات عدة وفق فرضية التدفق الضغط اه ركز معيش اسم الفرضية فرضية التدفق الضغط وهي انيكم رح ندرسه كيف قبل شويك عندي التنح من تحت لفوق التدفق الضغط بدك تدفقها لتحت وشوف هاي يا استاذي العزيز كيف عندي خطوات بالتفصيل وسهلة جدا كيف انيكم رح نقول السكروز يا استاذي منذكر اللحاء لما كنت كيف رسمتلك اللحاء رسمتلك اللحاء كان فيها عندي الأنابيب هذا اللوب غربالي وهي الصفائح منذكر صفائح الغربالية كان فيها seeow Sign24 وكان في عندي عنجانب خلايا مرافقة وكانت خلايا حية اما الخشب كانت خلايا ميتة هي انيكم نعرفها طيب يا غالي شو حكا للك نقطة واحد تحميل السكروز طلع طلع أنا إياكم كيف رح نقولها كيف رح نقول السكروز من خلية دائرة يا إستاذ العزيز هاي الخلية بسمية خلية مصدر خلية مصدر من اسمها يعني هي مخزنة سكر هي عندها سكر فوق عند البناء الضوي يعني هون فوق فوق في الأجزاء الفوق عندك بناء الضوي عندك ضوء بالصيف أمورك تمام وعندك سكر سكروز لكن أسألك بالله زي جدر مثلا هل عنده بكون سكروز نا ما بيكون عنده سكر هو هاده سكر طب كيف بدى أنقول فوق إلى تحت بالسكر؟ بدى أنقله أول شي��터 عن طريق اللحاء طيب التنح ؟ أو اللا بالتدفق الضغط؟ الفكرة يا أستاذ العزيز الغالي لو راح نقلها من فوق إلى تحت في عندي خلية بسميها خلية مصدر خلية مصدر من اسمها مصدر للسكر أولا راح نقل يا أستاذ العزيز منها إلها develops خلية tellingها خلية مستهلغة خلية مستهلغة يعني خلية بدأت تستهلك يعني هي بالأسس فقيرة ما عندها سكروز بدي أعطيها السكروز أما خلية المصدر السكروز فيها عالي فأنا عنده سكروز شماله عالي أول إشي من خلية المصدر بعطيها لخلية مرافقة أنا عندي داما خلايا مرافقة يا أستاذ العزيز هاي خلية مرافقة خلية مرافقة حول الأنبيب نعرف فأنا بدي أنقل السكروز من المصدر إلى خلية مرافقة من خلية مرافقة يا أستاذ العزيز رح أنقل السكر لوين رح أنقل لوين لللحاء لوين رح أنقل لللحاء هاي العملية من المصدر إلى اللحاء بسميها يا أستاذ العزيز تركز معي بسميها التحميل شو بسميها؟ بسميها عملية التحميل التحميل إنك أنت تنقل يا أستاذ العزيز السكر من الخليط المصدر لين؟ لللحاء هاي شو اسمها؟ هاي اسمها التحميل حسا أنت يا غالب الله عليك تركز معي لما تيجي أنت تحط هون كمية السكر كمية السكر يا أستاذ العزيز هون زادت صح؟ يعني تركيز المواد زادت بروح عنوياك من الحصة الماضية نتذكر اشي كان اسمه خاصية اسموزية خاصية اسموزية انه انا انقل المي من المواد الاقل تركيزا للمواد الاعلى تركيزا لما نقلت انا السكروز لهون صار تركيز السكروز عالي هون تركيز السكروز عالي فانا يا استاذ العزيز بدي مية تخفف الضغط بدي مية تخفف الحلاوة اللي موجودة هون فالخشب اللي جنب اللحاء يا استاذ العزيز رح ينقل الاشتقو بالخاصية الاسموزية فأنا هون أموري بتصير مية بالمية جاهزة ووقتها أنا بصير عندي تضفة بضاغط بنزل المي بنزل ماي لوين تأني أجي أفرغ السكروز لخلية مرافقة ومن خلية مرافقة لخلية مستهلكة وهي اسمها يا أستاذ العزيز خروج السكر يا أستاذ العزيز الغالي أو عشان أكون أدق تفريغ السكر ركز هذا الاتجاه من هون لهون اسمه تفريغ أما هاي تفريغ أما يا غالي من هون لهون اسمه تحميل فتحميل من المصدر لللحاء والتفريغ من اللحاء للمستهلك أوكي يا جماعة نمشأ لكم الخطط لكتاب حكالك تحميل السكروز من خلايا المصدر إلى خلايا المرافقة بالنقل النشط لأنها هي أصلا مستحيل ماي فو مستحيل خاصة يسمو زي يا انتشار يا نقل نشط فهنا عندي نقل نشط فبحتاج إلى طاقة ومنها إلى الأنابيب الغربالي هاي وصلت إلى الأنابيب الغربالي طيب هنا شو حكالك حكالك تركيز السكروز المرتفع في الأنابيب الغربالي يؤدي إلى دخول الماء هون تركيز السكروز المرتفع تمام من خلايا الخشب اللي جنبها المجاورة بالخاصية الإسموزية لأنه أنا عندي مي قلت لك دائما أربط المي بالخاصية الإسموزية مولدا ضغطا مرتفعا شايف لأنه هون كمية المي كمان برضو عالي فصار في عندي ضغط فضغط متضفق صار عندي ياء عالي بنزل لتحت فتندفع عصارة اللحاء من أنبوب غربالي إلى آخر بالله أنزل من أنبوب لأنبوب 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 تأصل للخلية المستهلكة فأعمل عملية تفريغ أفرغ خلص من اللحاء للخلية المستهلكة فحكالك تفريغ السكروز في مكان الاستهلاك أو التخزين طبعا بالنقل النشط أكيد بالنقل النشط كلياته فالسكروز بالنقل النشط ما بالخاصية الإسموزية طيب وهون آخر إشي يا جماعة طرح أنا أسمع الى وحس أمنا الفكرة أنه هو حكالك خروج السكروز من أبيب الغربالية متى أنت شوف شوف أنت فعليا لما تخسر السكروز تروح لهون فتركيز السكروز قل فوقتها راح أنقل الماء من التركيز الأقل لتركيز الأعلى طرح هنا صار تركيز السكروز أعلى أو تركيز الماء صار أعلى بشكل عام مش شرط السكروز فوقتها الماء راح ترجع لهين للخشب فحكالك يا غالي هايو وهو ما يؤدي لخروج الماء فيه تجاه خلايا الخشب المجاورة طبعا بالخاصية الاسموزية فركز انه هنا انا دخلت المي لهون لانه هون تركيز الساكروز زاد هون تركيز الساكروز قل فبطل في داعي للمي فالمي برجحها الى وين الى الخشب اوكي يا غوالي اوكي ان شاء الله طيب هاي احدد اجزاء التي تعد مصادر غذاء في النباتات تبع للفصول السنة هسا بالصيف زي ما حكيت لك لانه الشمس موجودة فالاوراق والاجزاء الخضرة هاي تعتبر مصدر غذاء صح اما بالشتاء لانه ما في عندي بناء ضوئي فبتصير الجذور هي مصدر غذاء طيب يا غالي هون في عندي انا ربطتين ربطتين سهلات جدا بالحياة وهي كأنو يكون نخلص الدرس الاول فعندي هنا يا استاذ العزيز ربطه بالبيئة الربط بالبيئة هاي شو حكالك تعرف المعالج النباتية للملوثات هاي ترى اسمعوا في عنا اش事 اسموا المعالجة حيوية بالتوجيهة في واحد اسمها البيئة المعالجة الحيوية انك انت مثلا في عندك نبته في عندك تربة ملوثة بروح بزرع فيها نبات هادا النباتة بيمتص الملوثات وبحطهم بالنبتة فبشيل النبتة فالنبتة اخرط مع هال الملوثات من التربة فاهمين كيف علي؟ يعني أنا التربة ملوثة أوكي حطيت نبتة هاي النبتة مصت الملوثات من التربة حطتهم بالنبتة بعدين أنا بروح بشلع النبتة فأنا طلعت الملوثات مع النبتة فخلص بزيت النبتة فبالنهاية التربة خلصت من هالملوثات هون عندي نفس الفكرة حكالك تعرف المعالج النباتية للملوثات بأنها استخدام النبتات ركز معي في تقليل تركيز المواد السامة الملوثة للبيئة زي الموجودة بالتربة استعمل الباحثون اليابانيون نبات مين؟ مين استخدموا دوار الشمس لامتصاص المواد المشعة يعني مثلا بالتوجيه النبتة اللي استخدموها كان اسمها رشاد أذن الفأر يعني هي نفس المبدأ بس رح نقضها إن شاء الله بالتوجيه نبات دوار الشمس لامتصاص المواد المشعة من المناطق المحيطة بمنطقة مفاعل فوكيشيما في عندك مفاعل اتصار نووي فوكيشيما اسمه فعمل ملوثات في التربة وفي الهواء فاستخدمنا دوار الشمس عشان يمتص الملوثات نفس ما حكيت لكم هاي بعد انفجاره عام 2011 اوكي إذ تمتص جذور النبات ركز من يمتص جذور النبات نفس فكرة رشاد أذن الفأر بالتوجيهي جذور نبات دوار الشمس هذه المواد من التربة عن طريق مين؟ عن طريق الجذور ثم تخزينها في أجزاء مختلفة وعند جمع هذه النباتات فإنه يستخلص منها عفوا يتخلص منها بطريقة مناسبة بعدين خلص لما تتمتص الملوثات بتخلص منها باشلعها بحرقها بعمل أي شيء مهم انه هيك انت خلصني من الملوثات الموجودة في التربة الرابطة الثانية رابطة مهمة جدا واللي هي بتحكي لك الرابط بالطب وعنوانها النباتات مصانع كيميائية تخيلوا يا أستاذ العزيز انه أنا في عندي دواء للسرطان حاليا وهذا الدواء بعالج سرطان المبيض وسرطان الثدي وهاي يا أستاذ العزيز انواع من السرطانات المنتشرة تخيلوا انه علاجها بنوع من الأدوية وهذا الدواء مادة الفعالة تعيته أخذناها من نبتة تعالوا خلصي في هاي الربطة مهمة جدا حكالك يستخلص التاكسول المادة الفعالة اسمها التاكسول تمام من لحاء ركز من وين أخذها من اللحاء مش من الخشب من لحاء نبات صنوبري وهذا النبات الصنوبري يا أستاذ العزيز اسمه الباسفكيو يعني للإحتياط تعرف اسمها هيكا أما اسم اللاتيني ما أعتقدش صراحة يعني اسمها مطلوب بس أعرف لي اسمها العادي وقد اكتشف العلماء فوائده في علاج السرطان أول مرة عام 1960 ثم اعتمدتوا المؤسس العامل للغذاء والدواء اللي هي مؤسسة الـ FDA عشان تعتمد الدواء في الولايات المتحدة الأمريكية علاج أنواع مختلف من أورام السرطان عام 1994 إذن هم اكتشفوها عام 1960 واعتمدوه كدواء في 1994 1994 لا سيما ركز معي سرطان المبيض وسرطان الثدي ويؤثر التكسول في الأنيبيبات اللي هي الدقيقة للهيكل الخلوي هاي أستاذ العزيز أشياء جو الخلية بروح مادة التكسول بتأثر عليها اللي هي الأنيبيبات الدقيقة للهيكل الخلوي فالخلية تخرب فالخلية بتبطل تنقسم فالخلية إذا تبطل تنقسم فعدد الخلايا السرطانية بقل فهين هيك بكذع للسرطان عفان الله وعفاكم طبعا ويمنع الخلية السرطانية من إكمال دورة حياتها يعني أنها تنقسم غير أن النباتة الباسفكيو اللي هو هذو حكيت لك اللي هو تاعة اللي طلعنا منه التكسول موجود فقط في أماكن محدودة وهاي مصيبة يعني لأنه مش منتشر كثير أنا بدي أطلح هاي المادة كثير فراحوا العلماء يا أستاذ العزيز صنعوا هاي المادة بالمختبرات وصبت أطمعهم فحكى لك أنا لذا بحث العلماء عن التكسول في نباتات أخرى وحاول تصنيعه في المختبر وقد أظهرت المركبات المصنعة نتائج مشجعة ومبشرة لأن الموضوع يا جماعة لسه جديد ولسه إيش لسه بدرسوا هيك جماعة كان معكم الأستاذ محمد بطاينة اعذروني يا أستاذ العزيز إذا أنا كنت نوعا ما شوي مستعجل لأن أنا بمادة توجيهي بفصل كل تفصيل لأن كثير بيجيين مسيجات وكومنتات إنه لو تستعجلين لنا في المادة لأنه يعني بعشت نظام المدارس عندكم يعني شوي ممكن يكون مستعجل فبدك تخلص وتنجل في المادة لكن بتوجيهي خليليها يا أستاذ العزيز على يعني رواق رواق وبنك أسئلة وإتقان وهي الأمور بحقكم جدا يا جماعة وفخور فيكم ما تنسوا يا أستاذ العزيز يتركز على الأربع مواد وزرية عربي دين انجليزي تاريخ كل التوفيق إن شاء الله